اهلا بكم مشاهدين وحلقة جديدة من برنامج قبس الشهادة ابقوا معنا نتجول في اروقة هذه الصفحة مشاهدين جاء في قبس الشهادة مقالة جاءت بعنوان مزبلة التاريخ ليعقيل حاتشم تحدث فيها عن الطاغية وما فعله هذا الطاغية من أساليب ظلم تجاه الشعب العراقي وأدخله في ويلات وأدخله في حروب كثيرة المقالة تتحدث عن صدام حسين فإننا عندما نتحدث عن هذا الطاغية فإننا نتذكر زعيما قبليا مستبدا تجسد في داخله شيطان الظلم قرر إخضاع شعبه بطرق شوفينية ظلمة مستخدما أبشع الوسائل في ذلك عبر آليات وقرارات أقل مما يقال استخدم الظلم والتنكيل كان يتميز بجنون العظمة بحسب ما يطلق عليه حيث أدى إعجابه بعظمته إلى التسبب بإزهاق أكثر من مليون إنسان عراقي بحروبه وبقراراته كانت قصصه قصص التعذيب بالماء الحار واستعمال الكهرباء والتنكيل بالناس أدخل شعبه في حصار خانق بعد أن خلفت حروبه ملايين الأيتام والأرامل وتسبب بالتجويع شعبه وحرمانه من أبسط متطلبة الحياة البسيطة ليعلن وقوفه بوجه العالم مرة أخرى ويدمر ما تبقى في هذا البلد ليعلن من خلالها نهاية الدولة العراقية التي أسسها بدماء العراقية لكن هذا لم يدم تشهد الحرب نهاية أقصى حقب من الظلم تعرض لها هذا الشعب ولتشرق شمس العراق من جديد وتعود من جديد عقارب الساعة بالدوران لتكتب لنا تاريخا جديدا للعراق قد مليئ بالحرية وليعلن القاضي العراقي إنزال عقوبة الإعدام بحقه وينفذ حقب الله فيه كما وعد في كتابه الكريم وبذلك سوف يكون الظالمين يكون منقلبهم الخزي والعار وسيدخلهم التاريخ في مزبلته التي يجمع بها عطاة الظلم والمعتوهين كانت هذه المقالة لعقيل حاجم تحدث عن أساليب التعذيب التي كان يمارسها الطاغية تجاه الشعب العراقي مشاهدين مستمرين معكم في أروقة هذه المجلة ابقوا معنا مشاهدين وستنى بكم إلى فقرة محطات واليوم نتحدث عن جريمة إعدام التجار هذا اليوم الذي أعدم فيه الطاغية عدد كبير من التجار وكان هذا يوم ساوي لذا كل العراقيين طبعا موجب قرار الأم المتحدة الذي صدر في عام 1990 نتيجة الغزو العراقي لدولة الكويت نص على إقرار عقوبات اقتصادية خنقة على العراق أدى هذا إلى أن يدخل العراق في حصار دام قرب 13 سنة عانى معاناه العراقيون من عزلة شديدة من معظم دول العالم سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا كان لفرض الحصار على العراق نتائج وخيمة التسبب في تدمير اقتصاد البلد وتراجع المستوى الصحي والتعليمي أنذاك في عام 1992 انتشرت الآلاف من قوات الطوارئ والأمن الاقتصادية التابعة لنظام البعث المجرم في شوارع بغداد الرئيسية وفي مراكز العاصمة التجارية وتم إلقاء القبض على عشرات من التجار العراقيين كان هذا اليوم اعتبره العراقيون مشؤوما لكل التجار العراقيين وهناك الكثير من الوثاق التي تؤكد على إعدام عدد كبير من التجار لأسباب غير منطقية هناك بعض منهم من أحد التجار يقولون محمد خليل الذي تم اعتقاله لنفس التهمة الذي قال خوات الأمن أخذه إلى مبنى محكمة مديرية الأمن العامة وكان وقتها يرأسها وطبان إبراهيم الحسن والقضي محي عذاب وقد صدرت المحكمة حكما عليهم بالإعدام تم الترحيل السجناء إلى سجن أبو غريب ثم بعد ذلك سجلوا الاسم الربعي واسم الأم في شهادة الوفاة لكن سبب البقاء مع ثلاثة آخرين منهم حكم عليهم بالإعدام أحياء قال عما جو من الفوضى في هذا المكان ولا نعلم سببه وبقي أربع التجار أنا وواحد منهم لم ينفذ بنا حكم الإعدام بانتظار أن يتم ذلك في وقت اللاحق من اليوم المقبل لكن الحكم لم ينفذ بنا وبقينا أحياء تم إبلاغ عوائل الشهداء بتنفيذ حكم الإعدام وصدرت موجودات محلتنا وشركتنا ومخازننا في حي جميلة والتي تضم بضاع قيمتها أكثر من مائة ألف دولار إن أول عمليات الإعدام نفذت بالسادة نجح صالح بهدي كبة ورعد عيسى محمد طبرة وأحمد محمد مال الله مشاهدين العزاء مازلنا معكم في هذه الصحيفة نتجول في قبس الشهادة نتجول في أرويقاتها ابقوا معنا مشاهدين العزاء في قبس الشهادة هناك إصدارات وكتب لمؤسسة الشهداء ضمن سلسلة إصدارات دائرة العلاقات العامة والإعلام قسم الإعلام تم إصدار كتاب بعنوان المقابر الجماعية في العراق كتاب يستعرض فيه جرائم والانتهاكات الكبيرة والخطيرة التي ارتكبها حزب البعث بحق الشعب أنذاك والتي تعتبر فريدة وندرة ببشاعتها ووحشيتها في التاريخ الإنساني ويعتبر كتاب المقابر الجماعية في العراق يوسق ويؤرشف جرائم البعث فالمؤلف يتحدث عن جوانب متعددة من موضوعات خطيرة اكتشفت في العراق بعد سقوط البعث وهي المقابر الجماعية وذلك لكي يشاهد العالم وتتطلع الأجيال على هذا الجزء المهم من التاريخ الذي وقع فيه الظلم مشاهدين العزاء بهذه المقالات البسيطة وصلنا بكم إلى ختام قبس الشهادة لهذا اليوم كان معكم في الاعداد وتقديمنا محمد دمت في أمان الله وحفظه ورعايته اشتركوا في القناة